النهاردة حبايبي انامل مع بعض احلى وقطعة والاز فطير مشلتت من غير بها ايه عجن ولا فرد ولا بدون مجهود وبدون تعب يعني في ثواني يعني مفيش خمس دقايق هتكوني مخلصة الفطيرة وطبعا التسوية طبعا ايه مش هتاخد معاكي حاجة خالص يعني مفيش برضو خمس دقايق او عشر دقايق يعني هي ربع ساعة بس هتكوني مخلصة احلى فطير ان شاء الله كده هتعملي وعيطلع نفس اللي بتباع بره بالزبط شايفين طاري ازاي شايفين جميل ازاي ويفتح النفس روعة بصراحة يعني لو انتي مبتدأ وملكيش في عمال الفطير خالص ومش فطير مش بيزبط معاكي بالطريقة ديت هتعملي احلى فطير واحلى بالجهز كبا ده تبقوا لي حبيبي عشان نشوف الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حلان الوراقي تعالوا بينا حبيبي نصلي كده على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام ونشوف عنا اعمل ايه عنا بالاول حاجة خليط التوريق اللي انا ايه هعمل انا اعمل باقي كوب فطيرة وبعد كده حكم بلالا الاتنين التاليين بجيب كوباية لبن وبحط عليها معلقة كبيرة من الخل وحب ده لالا اقول عليها بفيش يعني ثواني اول بس ما يبدأ اللي هو اللبن يقطع معايا يعني الوقتي بعبله لبن رايق اول ما مفيش وما فيش اقل من دقيقة بيكون خلاص خلص باعكي بابدأ لالا بفضيف طبق كده زي باحنا شايفيه ومعايا علبة زبدية وبعد كده حبدأ بقى ايه لا لا انشوف مع بعض عن حط ايه بقلبهم مع بعض كده ايه حبايبي ومعايا معلقة كبيرة من الدقيق ومعلاقة كبيرة من السكر السكر عشان يخلي الفطير كده لولو دهبي وجبيل اللول الليتو شفتوه في هو الفيديو ومعلاقة الدقيق عشان طبعا انا هستخدم الجلاش بعانا النهاردة هو ده اللي انا هستخدمه يعني مش هعمل بالدقيق فعلشان معلقة الدقيق ديت هي طبعا تحول لنا الجلاش اكنك عاملة فطير فعلا ومن العجيب نعم وبحط بقى ايه كده هوت يعني معلقة كده صغيرة بليانة كده بعلاقة اصدق معلقة كبيرة بعلاقة كبيرة من البيكن بودار يعني ازا بحنا شايفينه هوتا هكتب لكم المكونات برضو في سندول وصف برضو ان شاء الله كده هسيبها لكم بجيبها ايه في نفس الكراكا اللي كنت عاملة فيها اللبن باخد يعني بعلقتين تلاتة كده بالسمنة وببدأ او معلقتين كبار يعني يعني باخدهم كده طعا البتجاز لحد ايه بتبدأ اللي السمنة تسيح معايا بعد كده هنبدأ ناخد كده شوية في الصنية الصنية اللي انا ايه حامل فيها بقيت بقيت اللي السمنة انا ضفتها على خليط التوريق اللي انا ايه عملته بس هو علشان الجو كبان كان برد معايا فاتجمدت معايا في اللبن والزبادي يعني فانتي يفضل انتي بعد ما تدهين الصنية ممكن تخلي السمنة في قلب الحاجة اللي اتخليها فيها ايه وتسيبها لوحدية وتبدأ اللي انتي بفرشة كده وما تحطهاش يا بوك ما تحطهاش على الخريط بس هي عشان جو كان برد فهي بدأت اللي هي تتجمد باعي ولا شغالة فانتي بتفضيش السمنة على الخريط اللبن والزبادي فخليه في حاجة لوحده وبعد كده بتبدأ اللي انتي بتدهني اه بين الطبعة اه دين كده لفت الجلاش انا حامل باعكم يعني فطيرة واحدة دوقتي وبعد كده هكمل انا بقى الباقي كده ايه باع نفسي طبعا اه دا الصالية كنت دهلا باعكم باجيب الورق الجلاش بحط يعني واحدة ايه زباح لا شايفين واحدة بالدحية ديت واحدة بالدحية التانية وحبدة بلالة قدهن بالخليط التوريق اللي انا ايه عملته باعكم وانتي بتدهني كده يعني ما بتدهنيش كتير عشان ما تطلعش معاك الفتيرة طرية في الاخر ومع الجينة فهي مسحة بسيطة مسحة بس 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 بدا برده نجيب برده زي بصه هو بنفس الشكل اللي انتو شايفينه في اللي جناب التانية اللي هي كدت فضيه فما ببدل انا بحط واحدة من هنا وواحدة من هنا يعني بمشي بالعكس كده ايه زي ما انتو شايفين بالزبط طبعا انا بصوراكوا كل حاجة خطوة بخطوة اه كل كل يعني اه كل اه ورق الجلاش عتحطيها بتبقى نصها داخل الصانية والنص التاني برا وبتبدأ اللي انت بتدهني مسحة بس 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 بأكد عليك تاني مسحة بس بس اه طيب انت لو بقلبتيش الدهان مع خليط التوريق اه يبقى تدهني بخليط التوريق دهوت بالفرشة وبعد كده بترجعي بفرشة تانية من السامنة السايحة وتبدأ اللي انت تدهني دهنة برضو بالسامنة اه زي ما انتو شايفينه هو كل ورقة بحطها ببدأ لنا بديلها مسحة بس بس بأكد تانية عشان ما تدهنيش كتير وتطلع معاكل فطيرة معجلة وطرية اه وزي ما احنا شايفينه هوات اه اللي طبعا بحط كل مرة بحط الورقة كده بالعكس يعني عكس عكس المكان اللي انا كنت احطه فيها اه عشان ايه طبعا الفطيرة تطلع معايا اه انا باخد دلوقتي شكل الصنية عشان تطلع معايا الفطيرة في الاخر اه بدورة كده وزي اللي احنا بنشريها بالزبط اه طبعا اه اللي الصنية معايا عشان كبيرة شوية فهي اه هي الصنية بتاخد بعيكي يعني لو اظهر من اللي معايا بوكت تاخد اه حداشر ورقة بالورقة بجولاش اه هي الصنية معايا اخدت اه تلاتاشر تلاتاشر ورقة بنبدأ بعد كده بعد نخلص اه بنخلي واحدة ورقة جلاش عصنية ما بنحطهاش بنبدأ بقى اللي احنا نقفل وتقفيل برضو بنفس الطريقة كل ورقة جلاش بنبدأ نحطها بنبدأ اللي احنا ندهم برضو بخليط التوريق تالي اه زي بحنا شايفين ده على فكرة لو الجو كمان بتعمليها في الجو صيف وكده فممكن تقليبي السامدة زي انا بعملت انا عشان كده انا قلبتها عشان كنت بتعودة اه لانا اعملها بس عشان اه بعملها كده على طول في ايام الصيف بس عشان الجو برد فالسامدة بدأت تتجمد معايا ولا شغالة بس مش اكتر بكده بس انا كنت بتعودة اللي انا اعملها كده على طول بس اه هو الجو بس اللي خلي السامدة تتجمد عشان كده بنقولك خلي السامدة لوحديها اه زي بحنا شايفين اهوت بقفل كله كده بنفس الطريقة اهوت لحد بوصل كده الاخر اه ورقة كده اللي انا بدأت فيها بقى ايه يعني اه اخر ورقتين اللي انا بدأت حطته هم دولة انا قفلتهم في الاخره نبدأ بقى لنا ندهم برضو دهنة بسيطة برضو من خليط التوريق وبعد كده فضلي بقى ايه ورقة ورقة جولاش بنجبها كده وبنحطها كده ايه بالفوق وحبدأ لنا بدخل الاطراف بتاعتها تحت الايه تحت الايه الورق الجولاش اللي انا عملته بقى عملته فطيرة بابدأ بقى ايه كده لنا ايه بدخله وبعد كده حنبدأ بقى ايه زبطها وبعد كده حبدأ بقى لنا قدهنة كده دهنة بسيطة من خليط التوريق اه فوق الوش اه في الوقت دهوت ممكن تكوني بقى ايه عايزة تعملها في الفرن بتدخلها في الفرن على اه طبعا ايه في الرف الوسطاني اه وبيتسيبيها لحد ما تبدأ لها تنتفخ كده معاكي وبعد كده بتبدأ تحت الشواية شوية وبعد كده هو لحد ما تبدأ اللي الوش بتاعها يتحبق انا طبعا انا هعمل ناتنين انا دوقتي بسويها البتجاسب وفوق اول ما بتبدأ اللي هتتحمر كده بالتحت ازاي ما احنا شايفين ببدأ لنا بقلبها يعني باجع الصنية كده على الصنية ديت وببدأ لنا بقلبها ورجعها تاني اه في الصنية اراجع اللي احطها اه لحد ما تتحمر بالجاب التاني والطريقة دي مش بتاخد وقت معاكي اه بتخلص بسرعة اه بعد كده بعد ما بتتحمر والفطيرة كده استوت معايا ببدأ لنا بحطت لها تلت كوباية كده من اللبا. ده بس كده هوت يعني على اساس اللي هي الفطيرة لما بتطلع وتبقى نشفة شوية. بطرح التسوية فدي كده بتطريها. وخصوصا كبير طبعا انا سويت معاكم على البتجاز بفوق والاتنين اللي انا هعملهم دليل هسويهم ايه في الفرن. في الفرن كمان يعني بتبقى انشف انشف كمان من اللي بتتعمل على البتجاز بفوق. دول كده حبيبي دي كده بقى انا عملت اتنين تريق ده زي بحنا شايفين يعني بتطلعوه من الفرن هوت زي بحنا شايفين ده هيت عملت ديت وصنية كبير غير اللي انا عملتها معاكم بالشوية. دول بقى اللي انا سويتهم ايه في الفرن. طبعا الصنية ديت يعني كنت مشكلة الاتنين في صنية واحدة وبعد كده هوت حبطتها بقى ايه نقلتها في الصنية اللي هي كانت ترفع عالية شوية. ودخلتهم الفرن لما طالعوا برضو اديت له بكل واحدة تلت كباية من اللبن وغطتها وسبتها شوية لحد ما بقى بقت طرية كده وبقت جميلة جدا. ده بتحطيها في الفرن بتدخليها يعني ممكن من تحت برضو عرف التحتالي واول ببت تبدأ اللي الفيتر لا تنفيش بعاكي. بتطف من تحته وتولع عليها الشوية فبا حد الوش بتاعها بيتحمر. وبتبقى جميلة جدا جدا. احلى فطير ان شاء الله كده هتعمليه. واذا باحت شايفين شكله جميل جدا. ان شاء الله حبيبي تجربوا الطريقة ديت. وطريقة فعلا جميلة جدا. يعني من غير بقى عجن ولا فرد ولا ايه حاجة. فان شاء الله كده هتعملي احلى فطير ان شاء الله حبيبتي. ياه. ونقدموا بقى ايه مع شوية عسل. على فكرة عسل ده كنت عامله معاكم موجود في القناة. عسل من اشرب موز. كان رهيب بصراحة. هو ده اللي انا بقدمها معها. واجبنا حدقى. حتة جبنا حدقى. فمتقدمي بقى على حسن ما انت عايزة. وده كده شكل الفطيرة هوت جميل جدا. نا. وزي الجايز واحسن كمان. نا. عارف عارف عيبا احسن ليه. عشان انت اللي هتعمليه بقى ديكي. ياه. فان شاء الله كده حبيبي الطريقة تكون عجبتكم الدهار ده. وطريقة سهلة وبسيطة جدا. نا. وعلى فكرة لفت الجلاش كمان. يعني انا كنت جايباها كان بقى تباليك ليه. اه. فيها تلاتاشر ورقة. فالوزد بتاحها كان نص كيلو يعني. فهي اللفة بتعمل واحدة يعني بتعملك فطيرة. فاتمنى حبيبي اللي انتو تكونوا استفدتم النهاردة. وتعالوا بينا مع بعض بقى ايه كده? اه. نفتح لكم برضو اه واحدة كده وتشوفوها. ونشوف برضو التوريق بتاعها. وتقدبيها بقى زي ما انت عايزة حبيبتي. وتعالوا بينا بقى كده هلا انتبق. شايفين بصو? شكلها جميل ازاي. ويفتح النفس روعة بصراحة. اه طريقة يعني نكحة من اول مرة. بس اهم حاجة اه برضو باكد تاني. وانت بتحطي خليط التوريق. اه ما تخليش المرق الجلاش يشرب كتير عشان ما تباش تريع معاك. شكرا ومشاهدة. السلام عليكم.